عندي خابر تاني عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رسالس ديارة شوان أصدر بيان النهاردة البيان ده كان في غاية الأهمية بخصوص إيه؟ بخصوص الأحداث في غزة اللي خلاص يعني تقريبا قربت من شهرين من هذا العدوان السافر المتواصل المهم من رسالس ديارة شوان في بيانه ركز على نقاط معاعدة منها ايه؟ قال ان مصر أولا بتجدد أسافها البالغ الكبير لكسر الهدنة الإنسانية اللي دامت حوالي أسبوع وكانت الدنيا ماشية يعني الدنيا كانت معقول يعني وده كان بفضل جهود الوساطة المصرية وطبعا بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية عشان بس ندي كل وقت حقه الهدنة دي للأمانة نجحت في ايه؟ او نقوله مميزات الهدنة دي افرج عن 240 من النساء والأطفال من الجانب الفلسطيني اللي كانوا محبوسين وايضا حوالي واحد وثمانين إسرائيلي واثنين وعشرين شخصية او أشخاص يعني من جنسيات مختلفة مختلفة خارجوا هذه الهدنة كانت نتجيها متميزة طيب على التوازي بقى نجحت الهدنة ايضا في ايه؟ أولا توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأشقاءنا المحاصرين في قطاع غزة اللي كانوا محرومين من كل سبل الحياة لكو أن تتخيلوا المستشفات حتى اللي لم تقصف يعني ودي كانت مأساة كبيرة معرفش دي يعني مش عارف ليش سكوت بالشكل المغزدة المهم يعني كانت وقفة على الوقود بس فالحمد لله احنا قدرنا يعني ندخل في حبة محترمين من الترلات وما إلى ذلك المهم أن سيد رشوان برضو في كلمته قال إن مصر تفزل حاليا أخصى الجهود مع الشركاء اللي هم الدوليين طبعا من أجل العودة للهدنة في أسر عواد وأيضا على الأقل نمد فترة الهدنة بشكل كبير عشان نقدر في النهاية نوصل لإيه بوقف شامل لإطلاق النار ولحقن هذه الدماء التي تسيل بلا داعي وبلا هدف وما فيش حد مستفيد خلي بالكم النقطة دي بلا داعي وبلا هدف وفيش حد مستفيد يعني خلي بالكم زيبوكم من يعني عفوا يعني الأوانطة اللي بيتطلعه إسرائيل بيتكلموا فيها كلام كتير ده ده أولا كلام يعني كله خسران وهم خسرين كتير جدا يعني المهمة على جانب آخر برضو سيد دي رشوان أكد إن مصر بتفتح معبر رفح البري بصورة دايما سواء بقى كان للأفراد أو للبضايا وإن أي معاوقات مش من عندنا ده من معبر التاني عشان بس الكلام يبقى إيه واضح يعني هو حقيقي كان كلام واضح جدا سيد دي رشوان وقال إن منذ بدء إدخول لمساعدات لقطاع غزة تم إدخال قد تلات تلاف تلتمية وتلاتاشر شاحنة محملة بقى ما أعد غاسية ماشي وقود ماشي غاز للبيوت ماشي يعني المتطلبات يعني بس كده لا وأكد أيضا سيد دي رشوان إن احنا استقبلنا ستمية تنين وتمانين مصابة تم إجلاء 11067 من مصريين والرعاية الأجانب من القطاع شوفوا الأرقام أهي ده الهدن ده لحنا نتكلم عنه أما تعمل هدنة كله هيستفيد مهم سيد دي رشوان أنهى برضو تصريحاته بالتأكيد على إن إيه مصر ستظل دائما بتتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وهترفض وهتدين كل الجرائم اللي بيقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وأيضا بتدين انتهاكاته الصالحة للقانون الدولي والإنساني وكافة الموثيق الدولية وأنها ستظل تتحرك في كل المصارات سواء تبقى سياسية ماشية دبلوماسية حتى على المستوى الإنساني إلى أن تقف هذه الحرب العدواني بشكر السيد دي رشوان ترجمة نانسي قنقر